حسبي الله تلطع الشهيد شوف جرة حسبي الله لا حقيقة هنا سوى لغة الرصاص والموت مواجهة جديدة مع الارهاب تخوضها الاجهزة الامنية هجوم جديد جنوب شرق الموصل لخلايا تنظيم داعش الارهابي ودماء جديدة لتضحيات شهداء الجيش العراقي هجوم يأتي بعد ايام قليلة من صوت عراقي وعربي وعالمي وحد لغة المواجهة للقضاء على خلايا داعش التنظيم الاكثر خطرا في العراق لكنها ثغرات امنية ومحاولات استغلال انشغال العراقي السياسي والشعبي في التحضير لاستحقاق تشرين المقبل اسباب تستثمرها خلايا داعش خصوصا في الهجوم الذي نفذته ايضا في مناطق جنوب غربي كاركوك معلومات كشفتها مصادر امنية تدق ناقص الخطر مفادها امتلاك التنظيم ترسانة اسلحة حديثة مؤكدة خطورة التنظيم اكثر من اي وقت مضى الوقت الذي قيلت فيه ورسمت ملامح الاتفاق على خروج القوات الامريكية نهاية العام الحالي لكن التطور الذي حصد ارواح ثلاثة شهداء من جنود الجيش العراقي في هجوم جنوب شرق الموصل يرفع معيار التحضير على لسان خبراء الامن ليس في العراق فحسب انما في المنطقة لسان يدعو لضرورة وجود امني يدعم قوات العراق الامنية بالخطط الميدانية ومواكبة ما يحدث في مضافات الارهاب على الحدود ايضا ما يربك المشهد الامني ويدعم خلايا داعش من خلال تزويدها على يد جماعات مسلحة من خارج البلاد تساندها بالعتاد تغييرات على الساحة الامنية تلزم الاخذ بتوجيهات القيادة العراقية التي اتفقت عليها الرئاسات الثلاث واسمعها العراق للعالم اجمع حول تجفيف منابع الارهاب وتمتين الجبهة الامنية الداخلية لصناعة مستقبل اكثر امانا مستقبل ينهي زمن الارهاب كما ينهي تماما زمن الضباب في المعادلة السياسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر